اشتركوا في القناة المغربية بسبب قرار الجزائر الرافض بدخول طائرة المنتخبة المغربية المحلية بشكل مباشر وفي هذا الصياق كشف موقع البطولة المغربية قبل قليلا ان المنتخبة المغربية للمحليين اجتمع مرة اخرى في هذه الاتناء بمعسكره الاعدادية بالمعمورة بمدينة سلاع وكشف ذات الموقع ان الاتحاد الافريقية لكرة القدم يفاوض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اجل ايجاد حل لتوجه البعثة صوب الجزائر للمشاركة في شانا ووجهت الدعوة مرة اخرى للاعبية المنتخبة المحلية وسط مفاوضات بين الكاف والجامعة في شرطها القاضي بالتوجه مباشرة صوبا قصنطينة في طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية ويأتي ذلك بعد بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الصباح اليوم والذي اكدت من خلاله تعذر السفر بعتة المنتخبة المغربية لعدم تلقيها ترخيصا من الكافة رغم تحضيرات المنتخب خلال الايام السابقة من اجل المشاركة في الحدثة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء